من كانت في كربلاء وذكر اسمها من بنات أمير المؤمنين عليه السلام ميمونة بنت الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أمها أم ولد جاءت مع زوجها عبد الله الأكبر ابن عقيل ابن أبي طالب أخ مسلم ابن عقيل يسمى بعبد الله الأكبر لأنه يوجد عند عقيل أكثر من عبد الله وعقيل كان مكثرا من الولد اللي استشهدوا في كربلاء من أولاده وأحفاده يتجاوزون التسعة المؤكد وأما بعض الروايات تقول أكثر من هذا ويعد من أكثر بني هاشم وآل أبي طالب شهداء في كربلاء من أبنائه من أبناء عقيل ومن أحفاده ولعل هذا يفسر ما نقل عن سيدنا ومولانا رسول الله محمد من أنه يحب عقيل لحبين ولجهتين من تلك الجهات أن أبنائه سوف يكونون شركاء في هذه النهضة ويضحون في سبيل الله من أجل نصر الدين مع أبي عبد الله الحسين عليه السلام فهذه واحدة ميمونة بنت علي ابن أبي طالب كانت في كربلاء استشهد زوجها راحت وصارت مع السبايا في طول هذا المشوار إلى أن رجعت إلى المدينة